لاحظ عدة أمور في قبل هذا يعني القسط الشاب الغني يسوعا ببارك الأطفال بعدين قال هذه العبارة أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك فإذا هنا بيتكلم المسيح عن دخول الملكوت كطفل لكن مع الشاب يقول دخول يعني أعصر يعني من غني أن يدخل ملكوت الله بسبب إيش؟ بسبب اتكاله ومحبته للغنى ومحبته للمال فواحد بيفوت الملكوت كطفل إن لم ترجعه وتصيره مثل الأطفال لا تقدر أن تدخل ملكوت الله وهنا الشخص اللي متكل على أملاكه ومتكل على أمواله ومتكل على غنى كان استحالي أنه يدخل إلى ملكوت الله ألم يقول إرمياء قديما في صحاح 9 والآية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغنى بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الله وعندما صلى بولوس إلى كنيسة كولوسي قال لهم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحه وفهم روحه فإذن هذا وعمل روح الله في الكيان والقلب اللي ينير الذهن وبيفتح العين وطبعا بيفتح القلب أيضا تستوعب ماذا يطلبه الرب منك